ألقت تداعيات فيروس كورونا في المغرب على الأوضاع الصحية والاقتصادية في البلاد وأصبحت أكثر وطأة على فئات كثيرة في المجتمع لم تتوقف تداعيات الجائحة عند هذا الأمر بل تخطط إلى التأثير السلبي في المجتمع الفني المغربي بعد أن تركت جائحة كورونا الكثيرين في المجتمع الفني المغربي يعانون من أجل العثور على العمل أجبر بعض الفنانين على ترك هواياتهم بل وعملهم الذي كانوا يتكسبون منه ليتحولوا إلى أعمال أخرى تداعيات فيروس كورونا لم تلقي بظلالها على الأوضاع الصحية فقط بل كانت الأثار الاقتصادية أشد وقعا وفتكا بفئات كثيرة من المجتمع في المغرب لم يعد ممارسة الفني بالنسبة للكثيرين خيارا متاحا بسبب أثر الجائحة على القطع ولم يجد الفنانون بدا من التخلي عن شغفهم وبعضهم اتجهى للعمل بمهن مثل النجارة والسباكة بعد ركمت سنوات كبيرة في العمل الفني القطرسي في الأخير بالأخدمة قد كان نقلب نمشي هنا نقلب في هذه في الأخير لتجأت هذه المهنة ولكن رغم الصعوبات اللي فيها ما كان عليها إلا هي اللي غادي نمارسها زينب بوشنق مغنية سابقة وتعمل حاليا في ورشة ملابس تقول إنها اضطرت بعد توقف العروض إلى العمل بورشة تنتج الأزياء النسائية التقليدية وبعد أن وجد نفسه عاطلاً بدأ الفنان المصرحي المغربي حسن مكياتي استكشاف خيارات أخرى حيث اضطر إلى العمل كمشرف على أحد المواقع الإلكترونية للوظائف الشاغرة وقال إن بعض الفنانين اضطروا للقيام بالمثل مش يقول الفنان أنه قادر على الاندماج حق الآخر أو في مجال آخر لم يكن لديه رأيها ولكن الحال الآن أنه ضروري أنه يعني خلط الجائحة أن يفكر بجدية في هذه المجالات الوقف المتكرر للفعاليات الثقافية والعروض بسبب جائحة كورونا ترك الكثير من الفنانين المغاربة يعانون لكسب قوت يومهم وبالطبع هذا هو الحال في الكثير من الدول التي لم تتحسب لذلك اليوم